موسيقى حوار التاسعة مع زيد عبد الوهاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنظمة الحكم تتغير وفقا لمتغيرات الزمن ومتطلبات الشعوب وأحيانا وفقا لمطالب الأحزاب أو العسكر ولكن التغيير السلمي لها حالة نادرة تقتضي تغييرا دستوريا يصوت عليه الشعب فإن قبل تبدل نظام الحكم وإن بقت الوجوه عن الدعوات للعودة إلى النظام الرئاسي سنتحد موسيقى لا تعني الانتخابات النيابية في أي بلد أن النظام فيه هو نظام ديمقراطي فقد لا تكون الانتخابات نزيهة أو أن يقاطعها غالبية الشعب وبذلك لا تعبر عن الديمقراطية التي هي تعبير عن حكم الشعب وأن يكون النظام رئاسيا لا يقتضي ذلك أن الحكم ديكتاتوري فقد يكون حكما عادلا تستقل فيه السلطات الرقابية والقضائية وتسوده الشفافية إلا أن عددا من الباحثين والمراقبين للشأن العراقي أكدوا أن كلا الصفتين لا تنطبقان على النظام الحالي في العراق فليس الحكم حاليا هو حكم الشعب لا سيما بغياب الكتلة النيابية الأكبر وليس ديكتاتوريا فليس هناك حكم للفرد في العراق بل هو أقرب لتسمية أخرى وهو النظام الأولي جارشي الذي يعرف على أنه الحكم الذي تناط من خلاله جميع السلطات بعدد قليل من الأشخاص أو في الطبقة المسيطرة أو في زمرة معينة ويستدل الباحثون على أن نظام المحاصصة تنطبق عليه تماما هذه الصفات ولذلك يسعى المطالبون بالنظام الرئاسي إلى تغيير هذا الواقع من خلال نظام رئاسي لا محاصصة فيه دعوة ربما تكون الحل وربما تكون كارثة الكوارث وكذلك هي تثير عددا من الأسئلة هل يمكن حل المشاكل السياسية في العراق من خلال العودة إلى نظام الحكم الرئاسي ألا يهدد النظام الرئاسي بخلق نظام ديكتاتوري لسيما مع وجود عدد من الأحزاب التي فشلت في إدارة الدولة ثلاثة هل تحولت ديمقراطية في العراق إلى أوليغارشية تمكن الأحزاب من تقاسم الدولة فيما بينها كل ذلك وأكثر نحاول أن نناقشه في حوار التاسع من الملكي إلى الجمهوري الرئاسي ثم البرلماني أنظمة شهدها العراق في تاريخه الحديث كان لكل منها سلبياته وإيجابياته وأخذ كل السلطة من سابقه بالقوة إلا أن الدعوات التي بدأت بالانتشار في الآوينة الأخيرة تدعو إلى تغيير سلمي لنظام الحكم والعودة إلى النظام الرئاسي دافعة بالفشل نحو النظام الذي يقود الدولة للطبقة السياسية المتعاقبة التي تحكم البلاد إلا أن الدعوة التي لاقت قبولا سواء في الشارع أو في الأوساط السياسية أثارت التساؤلات حول الفشل الحاصل وما يتحمله ومدى القبول لدى الأحزاب والتيارات المختلفة للفكرة والمخاوف من خلق نظام ديكتاتوري وفي الوقت ذاته يكون نظاما فاشلا ولد من رحم تجربة فاشلة في تحقيق الديمقراطية بحسب مختصين فالنظام الديمقراطي الذي يعبر عن حكم الشعب لم يعود الصفة التي تعبر عن مجموعة الأحزاب الحاكمة لا سيما بعد العزوف الكبير عن الانتخابات فيما لا يمكن وصف النظام الحالي بأنه ديكتاتوري لأن الدكتاتورية هي حكم الفرد وهذا لا ينطبق أيضا على الحالة العراقية فيما يصف مختصون بالعلوم السياسية النظام بأنه أوليغارشي وهو الوصف الذي يعبر عن حكم طبقة معينة لبقية الشعب وهذا ما يسعى المطالبون بالنظام الرئاسي لتغييره إصلاح النظام أو تغيير نمطه سلميا مطالب باتت واضحة للقاص والداني وسواء أتحققت أم لم تتحقق فإنها شخصت أن النظام الحالي على وضعه لم يعد قابل لاستمرار وأنه بحاجة إلى الإصلاح حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام مدعاة مناقشة هذا الموضوع أنه تصادف أو توافق عفوا مع ذكرى الانقلاب الأسود الذي جرى في العراق على يد زمرة من ضباط الجيش العراقي الذين خانوا النظام الملكي في العراق فقتلوا الملكة والعائلة المالكة برمتها دون مراعاة لسن أو مراعاة لجنس أو مراعاة لوضع يتعلق بسمعة واسم هذه العائلة المالكة وانتماءاتها الهاشمية فكان ذلك اليوم هو يوم أسود في تاريخ العراق ومنه حلت لعنة مستمرة حتى هذه اللحظة هناك من يسميها ثورة وأنها أحدثت تغييرا في البلاد ولكن البعض الآخر يعتقد أنها نكسة كبرى في تاريخ العراق فلم يرى العراق بعدها خيرا قط وبالتالي انعكاسات ما جرى في تلك المرحلة فعلا لازلنا نعيشها حتى هذه اللحظة لازلنا نعيش تداعيات تلك المرحلة الخطيرة حينما تحول النظام إلى جمهوري سيطر عليه العسكر لفترات طويلة حتى جاء يوم 2003 يوم 9 أربع 2003 ظن الشعب بأن هناك حياة ديمقراطية حقيقية سوف تكون في العراق عبر الانتخابات ولكن استمر الوضع على ما هو عليه من خلال انتخابات قاطعها أغلبية الشعب العراقي دستور قاطعه مكون من مكونات الشعب العراقي لذلك جملة العملية السياسية بالفعل تحتاج إلى مراجعة مراجعة تصحيحية لا يعني ذلك تغيير نظام الحكم لا يعني ذلك انقلاب على السلطة وعلى الدستور بقدر ما أنها إجراءات تصحيحية لوضع البلد حتى نكون نظاما سياسيا رصينا ومتزنا يتفاعل مع تحديات الداخل والخارج وبالإمكان أن يبنى عليه في رسم مستقبل مهم للعراق بعد سنوات من الفشل في إدارة الدولة فكانت النتائج انهيارا اقتصاديا وانهيارا أمنيا وانهيارا اجتماعيا وانهيارا في العلاقات الدولية ومختلف أشكال وأصناف الانهيارات حتى وصل العراق إلى اعتاب الدولة الفاشلة ومع كل انتخابات تكون هناك بعود بأن القادمة أفضل ولكن لا يجد العراقي القادمة الأفضل ربما إلا في الأحلام فما السبيل لتصحيح هذا الواقع هل فعلا طروحات العودة إلى النظام الرئاسي هي الحل لإنهاء المحاصصة أم أن الحياة السياسية والديمقراطية في العراق غير مؤهلة لأن تحصر الصلاحيات بيد فرد وإن انتخبه الشعب العراقي نحاول أن نناقش مشاهدين الكرام هذه المفردات في هذه الليلة والتغريدات نبدأها بتغريدة للدكتور علي الفتلاوي يقول جميع أنظمة العالم البرلمانية تعمل في نسق واحد إلا النظام البرلماني العراقي منفرد عن العالم بعمله الكل يشترك بالحكومة والكل معارض لها فهي مهزلة يصفها علي الفتلاوي يعني المهزلة هي أيضا تكمن في عدم إدراك المشرعين في بعض الأحيان للكثير من آليات التشريع تكمن المهزلة في أن الكثير منهم لم يطلع على الدستور وأن الكثير منهم حينما يصوت على التشريعات والقوانين يرفع يده بتوصية من رئيس الكتلة القضية بأن بعضهم وصل إلى مجلس النواب واللي منتخبه ما يجاوز الخمسمائة صوت أو خمسمائة مواطن على الرغم بأنه ينبغي المقعد الواحد ينتخب من مئة ألف مواطن بسبب الخلل في العملية السياسية التوافق هو الحاكم وليس الدستور هو الحاكم وهذه مشكلة من مشاكل العملية السياسية ولكن العودة إلى السؤال الجوهري هل تعالج بتحول النظام وتغيير الدستور إلى الدستور رئاسي؟ هذا ما تسعى إليه قوى وتعارضه قوى سياسية أخرى منافل موسوي يقول في تغريداته رئيس مركز بغداد البعض يحاول أن يجعل الحل في التحول إلى الأقاليم أو التحول إلى النظام الرئاسي بدلا من النظام النيابي في ظل الفوضى الخلاقة والسؤال هل يستطيع النظام الرئاسي محاسبة كبار الفاسدين أم أنه يريد إرجعهم إلى السلطة الإصلاح في تطبيق القانون القضية وما بيها القضية ما تتعلق فقط بدستور أو تتعلق بشكل نظام القضية تتعلق بوعي الناس في العملية الانتخابية وهذه واجهناها في الحملات الانتخابية وشفناها على مراحل مختلفة بأن عمليا هناك إشكالية في تعاطي المواطن مع الاستحقاق الانتخابي المشكلة بمن يقاطع والمشكلة بعقلية من ينتخب أيضا لأنه لا المقاطع يقدم حل ولا اللي ينتخب وفق بطاقة تليفون أو بطانية من نفرين أو ينتخب بناء على انتماء حزبي أو وعد بوظيفة أيضا هذا يمثل حل يعني بين الظفرين والمختصر الثقافة الانتخابية الغائبة فإذا كانت الثقافة الانتخابية والسياسية غائبة في ذهنية المواطن هل نجازف بتعريض هذا المواطن إلى استحقاقات انتخابات رئاسية بمعنى الصلاحيات بيد الرئيس بتخويل من الشعب هذا سؤال أيضا ينبغي الإجابة عليه رعد الهاشم يقول في تغريدته الباحث في المركز العراقي دعوات التحول لنظام الرئاسي المطروحة بين الأرويق السياسية ما هي إلا محاولة إدخال البلاد في أتون مرحلة تدوير فشل مضافة بالتقاء مصالح الأحزاب لخلق أنموذج مختار عصر جديد يفرخ ديكتاتورية طائفية تسير بنا إلى منحدر التفرد بالقرار هي فكرة لتقنين رؤساء الطوائف بشخص واحد يحكم وينهي يعني الدستور مقدم حل بسيط وسهل ويسير الدستور يعني يحاول يتجنب التفرد بالقرار والأنظمة الأوتقراطية ويحاول أن يقترب من النموذج يبتعد عن النموذج الرئاسي الذي يمكن أن يولد في ظل ثقافة انتخابية وأحزاب فشلت في إدارة الدولة يحاول أن يعوضوا الأمر حتى يخرصون من المحاصصة والأغلبية السياسية نحو النظام الرئاسي لكن الدستور أعطاك الوصفة بأن العراق بلد برلماني بحكم فدرالي بمعنى أن هناك إمكانية للذهاب وتصويب الأوضاع على المستوى السياسي والإداري والدستوري لتفعيل الفدرالية الإدارية التي قد تكون حل الآن تطالب بها البصرة وطالب بها من قبل ديالة وصلاح الدين وكذلك نينوة وكذلك الأنبار لو فسح لها المجال ولكن هناك إرادة سياسية تقف ضد الدستور فلتعطى إمكانية الإدارة الإدارة الفدرالية للمحافظات التي ربما تحمي البلاد من التقسيم وتحمي البلاد من التأزيم نعطي هذه الفرصة بدل ما يعني الوصفة الموجودة في النظام تتيح لك الإصلاح ربما أفضل من الوصفات الأخرى هذا ليس رأي شخصي بقدر ما أنها قناعة موجودة في المطالبين بإقليم البصرة واللي طلبوا بإقليم ديالة واللي طلبوا بإقليم نينوة واللي طلبوا بإقليم الأنبار وأقليم صلاح الدين وهو ليس معارضا للدستور وليس معارضا للعملية السياسية بقدر ما أنها حلول للإشكاليات المتراكمة سألنا جمهورنا على مواقع التواصل الاجتماعي هل تؤيد العودة إلى النظام الرئاسي لإدارة الدولة 91% تقدون نعم العودة إلى النظام الرئاسي لإدارة الدولة هو الحل وتسعة بالمئة تقدون لا النظام الرئاسي لإدارة الدولة ليس حلا بنسبة تقترب إلى ألفين صوت هذا المزاج العام هل تتعامل معه القوى السياسية هل تتعامل مع طموحات الشعب المتظاهر والذي ضاق ذرعا بالوضع الخدمي والإنساني والنازحين والمعتقلين والمغتطفين نناقش هذا الموضوع مشاهدين الكرام في هذه الذكرى الأليمة التي تمر على العراق في ذكرى قتل العائلة المالكة وسقوط النظام نلتقي بها بإمكانكم متابعة برامجنا وأخبارنا كافة من خلال الاشتراك بقناة الفلوجة على موقع اليوتيوب قناة الفلوجة متواصلة في تغطية الأحداث شكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة في رعاية الله فلوجة يوتيوب كل ما فاتك من أخبار وبرامج نقدمه لك باختصار من خلال صفحتنا على موقع الفيسبوك تحية لكل ما قدم يد العون إلى أخوتي هنا وهنا رحية من البصرة وإليها لديالة والأنظار بث مباشر لنشراتنا وبرامجنا والأخبار العاجلة بإمكانكم التفاعل معها الفلوجة معك أينما كنت هل يمكن حل المشاكل السياسية في العراق من خلال العودة إلى نظام الحكم الرئاسي؟ ألا يهدد النظام الرئاسي بخلق نظام ديكتاتوري لا سيما مع وجود عدد من الأحزاب التي فشلت في إدارة الدولة؟ هل تعولت الديمقراطية في العراق إلى أوليغارشية؟ تمكن الأحزاب من تقاسم الدولة فيما بينها؟ حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام مرحب بضيوف هذه الحلقة الأستاذ محمد العقالي عضو أتلاف دولة القانون والأستاذ نجم القصاب المحلل السياسي والأستاذ فيصل راد ريقان الخبير القانوني ضيوفا عبر الأقمار الصناعية من بغداد أهلا بكم جميعا البداية معك أستاذ محمد العقالي هل لازلت الدعوات للعودة إلى النظام الرئاسي مطروحة وإستراتيجية؟ ربما الأحزاب السياسية تحاول أن تقترب إليها حسب الزمان وحسب المكان ولكن بنهاية هل هي لازلت فكرة فاعلة حتى اللحظة؟ مساء الخير سيد عليك وعلى ضيوفك وجمهورك أعتقد ليست رغبة أن يتحول النظام من برلماني إلى رئاسي أو إلى مختلط ما بين البرلماني والرئاسي هناك أطر دستورية تحدد طبيعة النظام السياسي الذي كان في العملية أو لا يزال في العملية السياسية أعتقد عملية التغيير أو المطالبة بالتغيير من برلماني إلى رئاسي يصدم بالدستور ويلابد أن تكون هناك تعديلات دستورية كي يتم التغيير النظام البرلماني الذي أقر في الدستور دستور 2005 وحقيقة كان فيه عبء كبير على العملية السياسية لأن هذا النظام يفترض أن يكون في الأنظمة الديمقراطية المتطورة والأنظمة الديمقراطية التي لها عمق تأريخي في تطبيق الديمقراطية لكن بلد فيه حالة من الديمقراطية الناشئة لا أعتقد يطبق هذا النظام بحذافر لأنه بطبيعة هذا النظام هو مترهل لا يعطى الرصانة إلى العملية السياسية ولا يعطى الرصانة إلى السلطات نعم هو الدستور يذهب باتجاه الفصل ما بين السلطات لكن النظام البرلماني هو يجعل هذه السلطات الثلاث بينهما تنسيق لكن النظام الرئاسي يعطي فصل تام ما بين الرئاسات الثلاث ومن ثم يجمعهما بالمرحلة الأخيرة وهنا الفرق أولا يفصل ومن ثم يجمع لكن النظام البرلماني أصبح عبئا لأنه ولد لدينا المحاصصة لأن العملية الشاركية العملية تخرج من البرلمان الذي هو انتخبه من قبل الجمهور ربما مشاهد يسأل هي المشكلة بطبيعة النظام أم بمن يطبق النظام والدستور السؤال مهم جدا أولا هو يعني الإتيان بهكذا نظام على تجربة ناشئة هذا هو خطأ ستراتيجي من حيث المبدأ جانب ثاني لنسلم بالمسلمة أن النظام الحالي هو نظام خلاص وقر بالدستور وعمل عليه أكثر من دورة انتخابية لكن أين القوانين التي حركت هذا النظام السياسي مثلا قانون الأحزاب قانون المفوضية قانون الانتخابات وقوانين أخرى هذه قوانين لا زالت مقيدة إلى هذا النظام البرلماني أضف إلى ذلك السلوك والتطبيق من قبل الكتل السياسية التي تعمل في ظل هذا النظام البرلماني لا وجود لسلوكية ترصن هذا العمل السياسي داخل هذا النظام البرلماني نجد أن الأحزاب في حالتها طبيعة غير ديمقراطية بآلياتها غير ديمقراطية تجربة حزب الدعوة منذ يوم وأمس كانت فيها نوع من الديمقراطية هناك مفوضية انتخابات هناك انتخابات هناك اختراع سري هذا من الممكن أن يعطي عنصرا يضيف إلى رصانة للنظام البرلماني لكن لا ينفع جهة واحدة تفعل هذا وجهات أخرى لا تفعل إذن السلوك السياسي ذهب باتجاه تضعيف أو أضعاف النظام السياسي من حيث الفساد المستشري من حيث المحاصصة من حيث فرض شخصيات هزيلة ضعيفة تسنمت مكانات في السلطات الثلاث كل هذه النقاط أضعفت المحتوى أضعفت الأساس في هذا النظام البرلماني الذي وقر في الدستور أرحب مرة أخرى بالأستاذ فيصل الرجال الخبير القانوني أستاذ فيصل أيضا السؤال الذي يتكرر المشكلة بالقانون المشكلة بالدستور المشكلة بشكل النظام أم من يطبقه بمعنى يعني مشكلة النظام البرلماني هي مشكلة عقلية سياسية مشكلة ثقافة انتخابية ولد لنا الفساد ولد لنا المحاصصة ولكن بالإمكان أيضا النظام الرئاسي أو حتى النظام الملكي أن يولد نفس الإشكاليات في حال كان الفواعل في ذلك النظام هم فواعل فاسدون أو غير مؤهلين للأداء السياسي هل هذه الفكرة مقبولة من وجهة نظرك؟ بداية تحية لك سيدي العزيز ولضيوفك الكرام ولمشاهدي قناتكم الكريمة أهلا وصحة الحقيقة الخوض في هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة للدستور أولا نأخذ المادة الرقم واحد المادة الأولى من الدستور العراقي الذي نصت بصراحة عن طبيعة هذا النظام الحقيقة النظام المتطور يعني مثلا لنأخذ تعريف جمهورية العراق في المادة الرقم واحد من الدستور جمهورية العراق دولة اتحادية برلمانية نيابية ذات كيان مستقل الحقيقة أعطت المفهوم الحقيقي للديمقراطية النظام البرلماني نظام نيابي برلماني يعتمد على أكثر من جهة تقود العملية السياسية في البلد الحقيقة النظام القانون لا يوجد فيه خلل أصلا لو أخذنا المادة واحد وستين أيضا من الدستور التي حددت واجبات مجلس النواب ومن ضمن هذه الواجبات سابعا من المادة واحد وستين نشوف شلون مجلس النواب راح يراقب بشفافية وديمقراطية عملية التنفيذ عملية بناء الدولة يعني شلون تتحرك الجهاز التنفيذي للدولة شون يتحرك لهذا إحنا إذا نريد حتى عمل لو نروح للمادة 76 نشوف شلون يتم تشكيل الحكومة الحقيقة الدستور نظام قانون وهو النظام القانون السامي في البلد والذي يجب أن يتبع هو قانون سامي حقيقة لكن المشكلة وين المشكلة الآن في عملية الاختيار يعني إحنا يجب أن نكون منصفين الدستور حددنا واجبات مجلس النواب حددنا واجبات السلطة التنفيذية متمثلة بالمجلس الوزراء لكن عملية الاختيار هي المهمة يعني مثلا أنا أشوف أنه الروح إلى عملية اختيار النواب أنفسهم يعني المواصفات والشروط التي يجب أن تنطبق على النائب غير محددة هنا تتكلم أستاذ فيصل شهادة معينة عفوا أستاذ فيصل تتكلم عن القوى السياسية التي تقدم مرشحين لو تتكلم عن الناس الذين ينتخبون مرشحين غير أكفاء هي منظومة كاملة منظومة متكاملة منظومة هي تأدي إلى وصول أشخاص غير مؤهلين لقيادة البلد يعني أنا في تقديري أن يكون هناك معيار ومقياس لكفاءات علمية يعني يجب أن يحدد عدد مجلس النواب واضح يعني كل شخص كل مائة شخص يمثلهم شخص في مجلس النواب مائة ألف طبعا أنا أعتقد أنه هذا الشخص الذي يمثل ذول المائة ألف يجب أن يكون بمواصفات معينة يعني يجب أن يدخل البرلمان اختصاصات وكفاءات عالية حتى تقدر أن تكون رقيبة متميزة على الأداء الحكومي بالإضافة إلى أنه هناك مسألة مهمة يجب أن تكون هناك معارضة بناءة في مجلس النواب يعني كتلتين الكتلة الكبيرة تشكل الحكومة والكتلة الأخرى التي لا تدخل في الحكومة يجب أن تأخذ دولة المعارضة التحول إلى النظام الرئاسي لا يعني حل لهذه المشكلات تتفضل بها الآن جنابك ربما يعقدها أكثر أبدا 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 الذهاب إلى النظام الرئاسي سنأسس من جديد نظام ديكتاتوري رفض الشعب العراقي منذ سقوط النظام الملكي يجب أن نتحدث بصراحة يعني من سقط النظام الملكي في العراق وهو كان نظام ديمقراطي جميل لكن بعد سقوط النظام الملكي صار نظام جمهوري لكن النظام الجمهوري تحول إلى نظام ديكتاتوري تأسس إلى نظام ديكتاتوري وبالتالي الشعب العراقي بالكامل كان رافض لهذا النظام وحتى بعد 2003 بتغيير النظام نظام الحكم كان يتطلع إلى نظام برلماني لهذا أنا أشوف أنه الذهاب إلى النظام الرئاسي الحقيقة عودة للديكتاتوري طيب أستاذ نجم القصاب أرحب بك ضيفا في حوار التاسعة وجهة نظرك إلى فكرة يعني ونحن نعيش ذكرى أسقاط النظام الملكي تتجدد الأحاديث والدعوات إلى أيضا تغيير النظام إلى رئاسي كحل لمشكلة الفساد والمحاصصة والفوضى السياسية التي يعانيها البلاد أنا الآن أمام موجهات نظر مختلفة ما بين أستاذ محمد لعقيري والأستاذ فيصل الأستاذ محمد لعقيري بيعتقده حل مشكلة المحاصصة والأستاذ فيصل ليعتقد بأن النظام البرلماني هو نظام ممتاز والمشكلة هي في النخب وليس في شكل النظام إلى أي الرأيين أنت أقرب سؤال لي دكتور زيد نعم نعم أستاذ نجم فضل الجنابة تحية طيبة لك دكتور زيد وللضيوف ولكل المشاهدات والمشاهدين الكرام نعم العراق قد خاض تجارب متعددة ومتنوعة على المستوى الأنظمة سواء قبل 2003 وحتى قبل في عهد الملكية كان هناك نظام تقريبا شبه برلماني كان مجلس الأعيان وكان الملك هو الذي يقود الدولة لكن وفق رئيس الوزراء والوزراء لكن كان من أفضل الأنظمة الموجودة في منطقة شرق الأوسط بحيث النظام كان كثير من الدول تحاول الوصول إلى هذا النظام الذي كان موجود في العهد الذي كان الملك حينها لكن بعد قيام ثورة 1958 ما تسمى ثورة الضباط الأحرار وقتل العائلة المالكة من قبل الضباط وخصوصا حينها كان النقيب عبدالستار العبوسي الذي بطش وقتل كل العائلة المالكة رغم رفع المصاحف ورغم الاستسلام وعدم جعل السلاح لقتل الجيش الذي انتفض واستغل طيبة العائلة المالكة وبالتالي اليوم نواجه حقيقة أزمة أزمة بنوية تتمثل بنظام السياسي وهذا طبعا نجعل فقدان الوعي السياسي على المستوى النخب السياسية التي حكمت البلاد سواء في عهد الملكية أو في عهد الجمهورية وحتى في الأهود بعد 2003 وكذلك فقدان الوعي الاجتماعي مع الأسف اليوم لو تنزل إلى الشارع وتقوم باستبيان واستطلاع تجد من يؤيد النظام ومن يرفض النظام أو من يؤيد هذا الشخص أنا عندي نسبة عالية أستاذ أستفاد المالية على ذكر الاستبيان يعني فلنعتبر أن الآراء على الفيسبوك واستطلاع الرأي العام على الفيسبوك هو نوع من أنواع الاستبيان وإلا يحمل صفات الاستبيان العلمي والمنهجي ولكن هي وجهة نظر لشريحة واسعة قرابة 2000 مصوت يعتقدون بأنه وبنسبة 91% يعتقدون بأن الحل هو بالعودة إلى النظام الرئاسي هذه النسبة مقبولة برأيك وين الإشكالية إذا كنت تخالفها نعم يعني اليوم تلو تسأل أي مواطن على كل المستويات وعلى كل المكونات المتواجدة على الأراضي العراقية سواء شمالا أو جنوبا أو وسطا أو غربا تجد يطالبون بنظام رئاسي لكن بعض السياسين أو القريبين من السياسين عندما يتحدثون بمطالبة تحويل النظام من البرلماني إلى الرئاسي هو ليس حبا للوطن أو دفاعا عن المواطن وإنما يعتقدون من أن الشخص الذي فاز أو حصل على مئات الآلاف من الأصوات لربما هذا يعود ليصبح رئيسا على الدولة العراقية وإنهم واهمون هنا تختلف المسألة اليوم من عندما يحتاج تحتاج الدولة إلى رئيس نخبوي وطني يعالج الأخطاء لا يكثر الأخطاء أو يتحدث بالطائفية عندما يكون في زاوية حرجة حتى يعيد العراق إلى التخدقات مثل ما كان عام 2006 و2007 وكانت الجثث منتشرة في الشوارع لكن مع الأسب بسبب النظام السياسي التوافقي بعد 2003 بالله عليك دكتور زيد هل سمعت أبشاهدت اليوم تمت محاسبة القادة الذين أسقطوا المدن العراقية بدءا من الموصل إلى كركوك إلى الأنبار إلى الفلوجة إلى أقضية ونواحي في كركوك وإلى صلاح الدين والأقضية التابعة لها لماذا لم يتم محاسبة لأن النظام السياسي الذي تم احتماده وارتكازه وانطلاقه بعد 2003 هو نظام توافقي أرق طائفي بتدخل أقليمي ودولي على بعض الشخصيات الذين عاشوا وعتاشوا على دماء الناس وعلى الخطابات التخندقية والطائفية من أجل تمزيق وتفريق المجتمع بمعنى أن الخطاب الطائفي أستاذ نجم بمعنى أن الخطاب الطائفي الذي يسمع في ظل النظام البرلماني بالإمكان أن يسمع مرة أخرى في ظل النظام الرئاسي لأن النظام التوافقي تعيد نفس الوجوه ونفس الأحزاب ونفس النفسيات من أجل العودة إلى سدة الحكوم أو إلى المناصب التنفيذية التي وصلوا إليها عن طريق هذا الخطاب أو ذاك الأمر الآخر اليوم أنت مشكلتك ليس مشكلة بالنظام ولا مشكلتك بالدستور بالعكس نظامنا برلماني الكل يؤيد والكل يتمنى بما فيها بريطانيا وأمريكا وفرنسا فيها برلمانات وأنظمة لكن رغم هذا نحن لم نختار الشخص الذين يمثلون الدولة العراقية من أجل تجعلون المصالح الناس تتقدم على مصالح الشخصية والفئوية إذن أعود وأكرر بأن فقدان وعي الاجتماعي وكذلك فقدان الوعي السياسي أنتج لدينا أنظمة فاشلة سواء كانت رئاسية عندما ينفرد الشخص وينقلب على شخص أو رفاقه ويقوم بإعدامهم بالتأكيد سوف ننتج هذه الأنظمة من أجل تبزيق المجتمع العراقي سيد محمد الأقيري كيف تعلق يعني أنا أقول اليوم هي مو قضية كيفية قضية حزب معين أو شخص معين هو الذي يقرر النظام السياسي في البلد بطريقة علمية دكتور زيد يفترض أن تكون هناك نقاط جوهرية وأساسية استراتيجية لتحديد طبيعة النظام الذي يسود البلد أولا ثقافة البلد الثقافة الجماعية ثنيا المكونات التي تعيش في البلد ثلاثة المشكلات السياسية الاجتماعية المشكلات الثقافية المشكلات الإثنية يفترض أن تأخذ بنظر الاعتبار أمر آخر طبيعة المنطقة التي فيها البلد يعني طبيعة حاكمة ربما على الجو السياسي العام يفترض أن تأخذ بنظر الاعتبار فمن هذا المنطلق أو من هذه المنطلقات يعني يحدد النظام السياسي الذي يعني يمكن أن يكون أضف إلى ذلك التجارب السابقة مثل بلد مثل العراق فيه عدة تجارب للأنظمة يفترض أن تكون هناك دروس مستنبطة لكل نظام سياسي ساد البلد يعني منذ تأسيس الدولة العراقية لحد الآن يفترض أن تأخذ بنظر الاعتبار هذه النقاط الجوهرية الأساسية شوف أنا أقول يعني اليوم هذا النظام البرلماني ما أدى أنك بلد وسبب أنه مشكلات مثلا رئيس الوزراء أو رئاسة الوزراء بسرعة كسلطة تنفيذية تخرج من رحم البرلمان يعني رئيس الحكومة الذي الدستور انطاع صلاحيات عديدة تفوق رئاسة الجمهورية لربما الشخص يؤتى من حيث يعني ليس من حيث القوة ليس من حيث الشدة ليس من حيث الكفاءة مجرد اتفقت أحزاب على أن تكون هذا الحزب يكون ممثل له هذا الشخص لكن نظام الرئاسي الشخصية القوية تكون بتسكية الشعب تكون بانتخاب الشعب تعرض أسماء على الجمهور بالانتخاب ومن ثم الشعب هو الذي يقرر مرمان هي الشخصية التي تقول البلاد واضح الضيوف يعني معانا في الحلقة الأستاذ نجم والأستاذ فيصل كلاهما اتفقا على أنه المشكلة في القوى السياسية الموجودة حاليا التي لا تحترم الدستور لا تحترم القوانين لا تحترم إرادة الشعب في اختيار الكتلة الأكبر على سبيل مثال داخل مجلس النواب النتائج يطعن فيها لو تغير النظام الرئاسي وهذه النقبة السياسية نفسها موجودة وكما أدارت مرحلة الانتخاب البرلماني ستدير مرحلة النظام الرئاسي شنو يتغير المنطق واحد الثقافة واحدة الدستور لا يطبق والقانون لا يحترم إلا بالتوافق السياسي دكتور زيد رحل يتغير بالموضوع الصلاحيات البرلمانية وفق الدستور تعطى إلى الكتل السياسية في قبة البرلمان وهي غير يعني جديرة بهذه الصلاحيات يعني عندما يكون النظام الرقابي والنظام التشريعي والحكومة تخرج من البرلمان والحكومة تصود أو البرلمان يصود على الدرجات العليا كقادة فرق كرؤساء جامعات كوزراء كوكلاء كهيئات خاصة وهي المشكلة عند الكتل السياسية كيف أعطي صلاحيات إلى كتل سياسية فاقدة المسؤولية ولربما حتى الوطنية لدى البعض ليس بالمستوى الصحيح لكن النظام الرئاسي سأدير نظام السياسي وهو السياسي وهو أخطر أنا ما أسمع سؤالك لكن النظام الرئاسي يحجم ويقيد دور الكتل السياسية أنا اليوم شنو عندنا بالعراق عندنا كتل سياسية تصول وتجول بمقدرات البلد من غير ثوابت وطنية حاكمة على هذه السلوكيات لبعض الكتل السياسية هذا الذي سبب لمشكلة ثانيا رئيس الحكومة يجيني من كتل سياسية متشاكسة متصارعة كيف يكون هذا رئيس الحكومة لكن رئيس الحكومة عندما ينتخب من قبل الجمهور ما إلى سيطرة الأحزاب ما تسيطرة مثل في النظام الرئاسي مثل ما هي في النظام البرلماني أمر آخر حتى المعارضة في النظام البرلماني تكون ضعيفة لكن المعارضة في النظام الرئاسي هي تكون أقوى من المعارضة التي تكون في النظام البرلماني والمعارضة ركيزة أساسية في النظام الديمقراطية هذه نقاط أساسية وجوهرية جربناها يعني يقول لك أسأل مجرب ولا تسأل حكيم إحنا بالعراق جربنا هذا النظام البرلماني أنا ما أقول لك موزين أقول لك نظام متطور كما تفضل نظام متطور لكن ما يصدح عنا لديمقراطية ناشئة جينا من دكتاتورية حاكمة قاسية إلى ديمقراطية منفلتة ما ينفعوا لهذا النظام اثنيا طبيعة الجمهور طبيعة الشعب هي تحب الشخص القوي الشعب العراقي يعشق الذي هو يكون عادل وقوي ما أقول قوي غير عادل لا عادل وقوي وينتخب من قبل الجمهور وبصفات وسمات تصلح لأن يكون قائدا لهذا البلد أما الكتل السياسية نعم تعيش النظام الديمقراطي وتعيش البحبوحة الديمقراطية لكن ما أنطيها الكأس المعلّى ليش تلعب بمقدرات البلد والفساد اليوم الموجود هو أغلب من الكتل السياسية لكن إذا شخص هو انتخب من قبل الجمهور ما رح يكون عدل الفساد الذي هو عدل الفساد الذي عدل الكتل السياسية هذه الدروس المستنبطة دكتور زيد من تجربة من 2003 إلى حد الآن يفترض أن تكون فيها مراجعة يفترض أن تقيم يفترض أن نبحث عن نقاط القوة ونقاط الضغط في هذا النظام المرلماني لا أعتقد حتى اللحظة أن هناك سياسيا قد تعلم من الدروس المستنبطة ليس من الحقب السابقة وإنما من 2003 وحتى هذه اللحظة الطائفية تطول برأسها بين فترة وأخرى في تصريحات بعض السياسيين فكر المعارضة فكر المعارضة يعني لا يطبق من القوى السياسية فالسؤال الجوهري أستاذ فيصل يعني اللي إحنا طرحي في سياق هذه الحلقة إذا كنت تعتقد بأن النظام الرئاسي يولد دكتاتورية وإن كنت تعتقد بأن يعتقد أستاذ محمد العقيري بأن النظام البرلماني ولدنا المحاصصة والنظام السياسي يعني الضعيف والذي يقترب إلى أن يكون نظاما سياسيا فاشلا الحل شنو برأيك شنطبق يعني حتى حتى يره مننا بالعراق دكتور زيد دكتور زيد أولا خلي حضرتك اطرقت إلى استبيان حصل لألفين شخص أنا لا ألوم الناس اللي الواحد وتسعين بالمئة النسبة الكبيرة شوفونا النسبة شباب النظام الرئاسي أي هذول الناس الحقيقة كان رأيهم نتيجة ما عانوا يعني ما عانى ما عانى الشعب العراقي من مرارة هذه التجربة لهذا فضل أن يرجع إلى النظام الرئاسي والنظام الدكتوري عسى أن يحصل على بعض الشيء خلني أحكي بصراحة الآن أنا أستاذ محمد طرح موضوع مهم جدا يعني قال أنه المحاصصة والكتل السياسية المتمثلة ببعض الأشخاص أوصلوا ناس غير كفوئين إلى مراكز السلطة ومراكز الحكم أعتقد هذا ممكن تلافيه يعني أنا لا أغير نظام نظام ممتاز وجيد على أخطاء أشخاص أنا بإمكاني أنا أذهب أغير بالدستور ليس مشكلة الموضوع مفتوح أغير بالدستور طريقة انتخاب رئيس الوزراء طريقة انتخابه أطرح للجمهور وأوضع شروط قاسية جدا للشخص الذي يجب أن يستلم هذا الجهاز التنفيذي الخطير الذي يقود البلد وبالتالي أطبق علي كل المعايير الموجودة ضمن النظام البرلماني النظام البرلماني في المادة 61 في الدستور العراقي لو تقراها بشكل جيد تشوف أنه رقابة متزنة وجيدة من البرلمان على نشاط السلطة التنفيذية بدون أن تدخل به نحن معلنا بالممارسات الخاطئة هناك ممارسات خاطئة أدت بنا إلى هذا المنحدر لكن لو طبقت الدستور بشكل جيد وطبقت النظام البرلماني بشكل جيد جدا أعتقد أنت ستحصل جهاز رقابي جيد ممتاز وجهاز تشريعي جيد وجهاز تنفيذي مبني على الكفاءات طريقة اختيار الكفاءات الآن البلد يمر في مشكلة الدرجات الخاصة من يقود البلد؟ أنا لا أتصور الوزراء هم يقودون البلد الآن يقودون السلطة التنفيذية الوزراء حقيقة مناصب سياسية سيادية الذي يقود البلد هي الدرجات الخاصة أستاذ فيصل أستاذ محمد يقول لك بأنه رئيس وزراء منتخب توافقيا من داخل مجلس النواب سيكون ضعيف وبالتالي لما ينتخب من الشعب مباشرة سيكون قوي في مواجهة تلك الأحزاب هاي المعادلة صحيحة؟ خلي خلي يكون منتخب من الشعب مو مشكلة يعني أنا بلكن لا أغير النظام البرلماني يعني أنا أجيب رئيس وزراء ما ينتخب من قبل دستور حاكم ممكن ممكن لما يشخص لما يشخص لما يشخص لما الرئيس ينتخب من الشعب مباشرة هذا نظام رئاسي هاي فلسفة النظام الرئاسي لا 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 عفوا دكتور زيد أنا لا لا يوجد لا توجد الآن الآن طريقة انتخاب رئيس الوزراء هي عن طريق الكتلة الأكبر لما تكون ترشح الشخص منعتها ترشح رئيس وزراء يعين رئيس الجمهورية ويعرض على البرلمان هذه الطريقة إذا كان هناك تصويت على استبدال المادة القانونية ضمن المادة 61 أعتقد أحدها الفقرات ال61 بالدستور تغييرها أن يكون بانتخاب من الشعب وأيضا يخضع لكل مواصفات النظام البرلماني لا يوجد مشكلة لماذا أذهب للنظام الرئاسي أرجع وأكد أنه إذا رحنا إلى النظام الرئاسي وجعلنا كل الصلاحيات عند شخص واحد بعيد عن البرلمان أعتقد يؤدي بنا إلى تأسيس نظام ديكتاتوري إذا نحن مختلفين على طريقة وصول رئيس الوزراء إلى السلطة بإمكاننا تغييرها ليس مشكلة بإمكاننا عرض الموضوع عرض الموضوع المادة الدستورية للتغيير وانتهى أما أنا غير نظام كامل لأنه شخص غير كفو وصل إلى منصب معين فأعتقد هذا إجحاب بحق الشعب وبحق الدولة وبحق النظام البرلماني الذي ممكن أن يؤسس لنا بلد متطور أنا أعتقد الحل هو أنه البرلمان يبتعد عن المحاصصة كثير من الأخوان أعواء مجلس النواب عندما تسأل عن أسباب يعني تمسكهم بالعدد عن المحاصصة يعني تفعيل الأغلبية السياسية هذه وحدة اثنيا موضوع الدرجات الخاصة والمسؤوليات في الدولة في الجهاز التنفيذي لا تخضع للمحاصصة يعني أترك هذا الموضوع كثير مثل ما قلت الحضرتك كثير من الأخوة البرلمانيين لما تسأل يقول لي هذا استحقاق الانتخابي أنا ما تنازل عنه يا أخي الاستحقاق الانتخابي في النظام البرلماني هو عدد المقاعد التي يحصل عليها الحزب أو الكتلة داخل البرلمان فقط لكن يجب أن أخذ حصتي من الدرجات الخاصة هذه مشكلتنا الأساسية يعني نرجع للتشخيص الأساسي والوعي نرجع للتشخيص الأساسي أستاذ فيطر بأن المشكلة ليست مشكلة نظام رئاسي ولا نظام برلماني بقدر ما أنها مشكلة نخب سياسية لذلك أستاذ نجم القصاب الحل لهذه المعضلة يعني ألا تعتقد بأنه يتطلب من عدن إصلاح سياسي شامل لأنه مثل ما تفضل جنابك المشكلة مشكلة بنيوية ولكن من سيسمح بهذا الإصلاح إن مست تلك الإصلاحات المكتسبات السياسية التي حصلت عليها بعض القوى النخبوية التي تدير البلد يتسمى النخبة العميقة أو الدولة العميقة هل ستقبل بالإصلاح وما الحل لها اللي لم تقبل بالإصلاح برأيك الحل طبعا ليس سهلا ولا صعبا لأن اليوم ليس سهل القوى السياسية مثل ما أشر الدكتور زيد تمتلك الثروة وتمتلك السلاح وتمتلك الإعلام وتمتلك الدولة العميقة التي تحولت الدولة العراقية إلى دولات ثم انتقلت إلى عائلات إلى هذه العائلة وتلك العائلة هذه لا تسمح للنخب الثقافية النزيهة المهنية أن تخترقهم وتمنح لهم مناصب وإن حصلوا فسوف تفتح عليهم ملفات الأمر الآخر اليوم الشرفاء والنزهاء في أغلب الوزارات لا يسمح لهم أن يتبوأ مناصب اليوم اليوم قد صدر أمرا ديوانيا بترقية 53 عميد إلى لواء يعلم السيد وزير الداخلية والقائد العام للقوات المسلحة شخص اسمه عامر حمزة ساتشت 2012 صادر إلى أمر ديواني باللواء لكن الوكيل الأقدم لا ينفذ هذا الأمر لماذا؟ لأنه غير متحزب أو غير متردد عندما يتخذ القرارات أو يلقي القبض على المجرمين على هذا أو ذلك إذن يا سيد الفاضل طالما الشجعان والنزهاء والشرفاء يبعدون عن المناصب التنفيذية وعن الوظائف الخاصة بالتأكيد صعب الحل أما ليس صعبا بأنه سهلا في بعض الأحيان عندما يتحول الوعي عند الناس وتظهر وتذهب إلى صناديق الانتخابات ليس تنتخب على حساب المصلحة أو على حساب الطائفة أنت اليوم لو تنزل إلى الشارع وتقوم باستبيان تجد هناك من يمجد للسيد المالكي وهناك من يمجد للسيد العبادي وهناك من يمجد للسيد عادل عبد المهدي وإلى علاوي وإلى النجيفي وإلى وإلى كل شخص مع الأسف الأغلب إن لم يكن كلهم يمدحون ويجاملون على حساب المصلحة التي حصدوها أو أما على حساب الحصول على الوظيفة له أو إلى بنته أو إلى ابنه وبالتالي لا نخلي ولا نجعل ولا ننظر إلى مصلحة الوطن بأن هذا الوطن ليس لحزب ولا لجهة سياسية ولا لطائفة معينة الأمر الآخر تعقيباً على ما تحدث الزميل لمحمد العقيل يقول بأن البرلمان والرئاسات البرلمان لم يأخذ دور الحقيقي طيلة السنوات الماضية أنا أتحدث إليك حكومة السيد علاوي حكومة هي انتقالية ثم الحكومة الموقعة للسيد الجعفري ثم حكومة السيد المالكي الولاية الأولى من 2006 إلى 2010 من 2010 إلى 2014 لم يكن له دور البرلمان كان البرلمان محجب كان البرلمان مقيد بحيث أي عضو برلمان يفتح ملف يتحدى كتلة برلمانية تقوم باستجواب موزير وإنما معاون مدير عام لماذا لا يستطيع أما البرلمان أخذ دوره في حكومة السيد العبادي والآن البرلمان أخذ دوره في حكومة السيد عادل عبد المهدي أعطوا له المساحة الواسعة من أجل الاستجواب أو الاستضافة أو حتى الإقالة ولهذا السبب نحن نحتاج إلى شخصيتين فقط نحتاج شخصية عسكرية تقعيقود الدولة من أجل استذباب الأمن ونحتاج إلى شخصية خدمية يقوم بإدارة الخدمات والمؤسسات الإدارية أما كل هذه المسميات لا تفيد ولا تنفع المجتمع العراقي لحين يتحول الوعي ويتطور الوعي المجتمعي ثم نغير الدستور أو نعالج الدستور أو نبدل الدستور ومن ثم تكون انتخابات لكل المجتمع العراقي من أجل أن نختار برلمانا يمثل العراقيين ثم يختيار حكومة تمثل كل الدولة العراقية ومن كل الطوائف والمكونات والقوميات شكرا جزيلا نجم القصاب الكاتب والمحلل السياسي كنت ضيفا في حوار التاسعة وأشكر الأساد محمد العقيلي العضو في اتلاب دولة القانون والأساد فيصل راضي ريقان الخبير القانوني كنتم ضيوفا على حوار التاسعة لهذه الليلة مشاهدين الكرام الشكر موصول لكم أولا وآخرا على طيب المتابعة السلام عليكم اشتركوا في القناة